الحديث اللي ذكرتي مهم فيما يخص التخصيصات المالية يعني هسه الموازنة هنا نفس الديوانية ما اختلفت ونفس التخصيصات او شي مشابه اله يعني تردين تقولين اكو موازنة ما اكو موازنة اكو محافظ ما اكو محافظ اكو فساد ما اكو فساد هي هاي الديوانية يا اهل الديوانية ما راح تغير لا لا منعكس احنا نقول لديوانية انه زيادة التخصيصات المالية وتغيير ادارة المحافظين السابقة وطريقة عملهم هو اللي رح يكون بوابة الأمل المشرقة لواقع المحافظة القادم مع تفعيل قوانين محاربة الفساد وسؤال من أين لك هذا سواء كان على إحنا عدنا مو بس المحافظين عدهم فساد إدارة وفساد مالي عدنا مدراء عامين عدنا مدراء دوار عدنا مدراء أقسام اليوم ذكر أستاذ ماجد أنه المسؤول مثلا خلي نقول النائب هسه عند الحماية مالته يسجل ببيته باسم بيت مقدارة كذا مليار هذا المفروض أكو سؤال وجواب تعال أنت الحماية من مين إيجاك راتبك هل قد السؤال يكون وفق المدخلات والمخرجات هذا رح يقنن الفساد لكن واقع الديوانية إن شاء الله يتغير معه التفاتة الحكومة المركزية للمستوى التخصيصات المالية يعني مثلا أنا أخو مرات أنقهر ويصير عدنا حديث قلت لهم حين نطلع بمؤتمر صحفي المحافظات الأشد فقرا والديوانية بالمناسبة البعض يقول السماوة هي طبعا وفق الأحصائيات الأخيرة السماوة الأشد فقرا السماوة عم أحسن من عدنا عدهم منافذ حدودية